الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وفي مقرر التوحيد سنبدأ الحديث عن أمر خطير جدا 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 أبنائي ما هو السحر وما خطره وما أثره وما هي عقوبة الساحر لاحظوا هذه الأسئلة نريد أن نتعرف على إجابتها ما هو السحر يا أبنائي وما خطره وما أثره وما هي عقوبة الساحر كل هذا وأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عنه في درسنا لهذا اليوم ولكن قبل أن نبدأ أبنائي وبناتي هل حضرتم الكتاب جميل 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 وهل حضرتم الأوراق أيها الرائعون والرائعات وامتاز وهل حضرتم أيضا الأقلام أحسنتم بارك الله فيكم إذن دعونا كل همة وجد ونشاط لنبدأ مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه كما ترون أمامكم السحر هذه هي الوحدة الأولى وسوف نتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن السحر والكهانة والعرافة السحر هذا هو رابط الدرس الرقمي أبنائي وبناتي لمن أراد أن يتابعنا من خلاله طيب دائما جرت العادة قبل أن نبدأ أيها الرائعون والرائعات أن نستعرض سويا الأهداف التي نريد أن نحققها بعون الله سبحانه وتعالى فما هي الأهداف في درسنا لهذا اليوم أن نتعرف على معنى السحر نعم إذا قلنا السحر فما هو السحر ما معنى السحر ما تعريف السحر نريد أن نتعرف على ذلك في درسنا لهذا اليوم وأيضا من أهداف درسنا لهذا اليوم أبنائي وبناتي أن نذكر حكم السحر ما حكمه نعم ما حكم السحر ما حكم السحر وكذلك أيضا من أهدافنا أبنائي أن نستشعر خطورة السحر أن نستشعر خطورة السحر وأيضا أن نذكر الدليل على حكم السحر أن نذكر الدليل على حكم السحر إذن دعونا نبدأ استعينينا بالله عز وجل ومتوكلين عليه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير المراد بالسحر المراد بالسحر لاحظوا لغة أبنائي هو ما خفي ولطف سببه هذا التعريف ماذا؟ اللغوي ما خفي ولطف سببه هذا تعريف سحري لغة طيب أما المراد به أو التعريف الاشطلاحي أو التعريف الشرعي فهو عمل شيطاني إذن هو عمل شيطاني يؤثر في القلوب والأبدان ومنه ماذا؟ ومنه ماذا؟ تخيلات نعم يا أبنائي ومنه تخيلات تؤثر في الأبصار لا حقيقة لها رأيتم أيها الرائعون والرائعات؟ إذن نقول السحر المراد به عمل شيطاني يؤثر في القلوب والأبدان ومنه تخيلات تخيلات تؤثر في الأبصار لا حقيقة لها لا حقيقة لها هذا هو تعريف السحر شرعا أو استلاحا فمن يعيد لنا أبنائي هذا التعريف؟ جيد ممتاز هذا الشق الأول من التعريف الشق الثاني ممتاز أحسنتم بارك الله فيكم إذن نقول المراد بالسحر هو عمل شيطاني يؤثر في القلوب والأبدان ومنه أيضا كذلك تخيلات تؤثر في الأبصار لا حقيقة لها لا حقيقة لها طيب بعد أن عرفنا يا أبنائي وتعرفنا على حكم السحر دعونا الآن أيها الرائعون والرائعات نذكر هذا الحكم ونذكر كذلك الدليل عليه طيب نقول السحر ماذا؟ أحسنتم محرم وهل نسكت أو نضيف؟ نعم هناك إضافة ما هي هذه الإضافة؟ وهو كبيرة من كبائن الذنوب طيب هل هناك إضافة أخرى أيضا؟ نعم هناك إضافة أخرى وهو من أنواع الشرك بالله تعالى إذن إذا قيل لنا ما حكم السحر؟ فما هي الإجابة الصحيحة النموذجية المثالية الكاملة؟ أحسنتم تكون من ثلاث جمل ما هي؟ ممتاز نقول هو السحر محرم جميل أيضا الجملة الثانية أحسنتم وهو كبير من كبائر الذنوب والجملة الثالثة أحسنتم وهو من أنواع الشرك بالله تعالى ممتاز 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 من يعيد لنا الحكم؟ ممتاز أيضا جميل أيضا أحسنتم بارك الله فيكم محرم وهو كبير من كبائر الذنوب هو من أنواع الشرك بالله تعالى طيب قد يسأل سائل ويقول يا أستاذ لماذا كان السحر نوع من أنواع الشرك بالله؟ ما السبب؟ هذا سؤال رائع فمن يجيب على هذا السؤال أبنائي؟ قبل أن ننتقل للكتاب لماذا كان السحر؟ نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى جيد حاولوا وممتاز وأيضا جميل جميل أنه لا يتوصل إليه إلا بالشرك بالله تعالى لا يتوصل إليه إلا بالشرك بالله تعالى كيف هذا؟ ما معنى هذه العبارة؟ دعونا نقرأ أبنائي و بناتي نقول الساحر أبنائي لا يتوصل للسحر إلا بماذا؟ أحسنتم إلا بمعونة وإعانة ومعرفة الشياطين بالشياطين طيب إذن هذه المعونة التي يتلقاها الساحر من الشياطين لا يمكن أن تكون ولا يمكن لهذه الشياطين أن تعين هذا الساحر حتى يتقرب لاحظوا حتى يتقرب إليهم بما يرضيهم من الكفر بالله تعالى والشرك به نعم الساحر يستعين بالشياطين و كيف يستعين بهم؟ كيف يتوصل لهذه المعونة؟ لا بد أن يرضيهم بماذا؟ لا بد أن يرضيهم بأمور تجعل هذه الشياطين تتعاون مع الساحر و يتقرب إليهم بأمور مثل ماذا؟ نعم مثل أن يذبح لهم و أنتم تعلمون أن الذبح يا أبناء ماذا؟ عبادة و العبادة لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله سبحانه و تعالى لكن الساحر حتى يطلب المعونة من الشياطين يذهب و يذبح لهذه الشياطين فيكون وقع في ماذا؟ وقع في الشرك الأكبر أو يطلب من غيره أن يذبح لهم للشياطين من دون الله سبحانه و تعالى أو يسجد لهم الساحر يسجد للشياطين نسأل الله العافية و السلامة أو يهين القرآن الكريم نسأل الله العافية و السلامة إذن هذه الأمور كلها أمور ماذا؟ أمور كفر و شرك هذا هو السبب الأول السبب الثاني يا أبنائي أن السحرة يظهرون للناس أن لهم القدرة على التصرف في الكون بأسباب خفية غير ظاهرة نعم يظهرون هذا و يدعونه كذبا مثل ماذا يا أبنائي؟ كالشفاء و الإمراض الساحر يدعي أنه يستطيع أن يشفي أو أن يمرض يستطيع أن يشفي أو أن يمرض كذلك معرفة المغيبات و وضع و موضع المفقودات و هذه في حقيقتها لا تكون إلا لمن إلا لله تعالى و يؤيد بها من يشاء من أنبيائه و رسله عليهم السلام لبيان صدقهم في رسالتهم فالسحرة بدعواهم هذه يدعون مشاركة الله تعالى في شيء من خصائص ربوبيته إذن لاحظوا يا أبنائي أيضا هذا من الشرك النوع الأول السبب الأول شرك في الألوهية السبب الثاني شرك في الربوبية أرأيتم يا أبنائي لماذا كان السحر من الشرك بالله تعالى؟ طيب أسأل الآن لماذا كان السحر من الشرك بالله تعالى؟ ممتاز لا بأس أريدكم أن تعبروا بعباراتكم جميل فأن نقول اختصارا لأن في السحر أو أن الساحر يصرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى جميل طيب السبب الثالي أحسنتم أن الساحر يدعي أمور هي من خصائص الله سبحانه وتعالى ممتاز أحسنتم أبنائي بارك الله فيكم ونفع الله بكم طيب ننتقل بعد ذلك لنتحدث عن خطورة السحر لا شك يا أبنائي أن السحر له خطورة شديدة وعظيمة جدا ومن خلال فقرتنا التالية سوف نتعرف سويا بإذن الله سبحانه وتعالى على النقاط التي تبين لنا خطورة السحر واحد أن السحر وتعلمه كفر بالله عز وجل لذا عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ما معنى الموبقات؟ من يجيب؟ ما معنى الموبقات؟ أحسنتم المهلكات من السبع المهلكات طيب فقال صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وعدد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من هذه الموبقات وسنأتي بإذن الله عز وجل على ذكرها إذن من خطورة السحر أنه ماذا؟ أحسنتم أنه شرك وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وهو من الموبقات وقرنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أحسنتم بالشرك طيب أيضا أن السحر فيه ادعاء لعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب سبحانه ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض والأرض الغيب إلا الله لاحظتم؟ كل من في هذه السماوات والأرض لا يعلمون الغيب الذي يعلم الغيب فقط هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى فالساحر يدعي أنه يعلم الغيب فالساحر يدعي أنه يعلم الغيب وهذا مما يبين خطورة السحر كذلك أن السحر من عمل الشياطين وتعليمهم نعم يا أبنائي وهذا مما يدل أيضا على خطورة السحر قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وأيضا مما يدل على خطورة السحر أن الساحر لا يفلح في الدنيا وليس له نصيب في الآخرة قال سبحانه ولا يفلح الساحر حيث أتى إذن يا أبنائي هذه الأمور تدل على ماذا؟ من يكمل؟ أحسنتم تدل على خطورة السحر نأتي الآن للنشاط في حديث السبع الموبقات قرنا لاحظوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك فعلى ما يدل ذلك نعم قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك لاحظوا في الحديث الشرك بالله ثم مباشرة ماذا؟ والسحر قرن بينهما مباشرة الشرك بالله ثانيا مباشرة والسحر ننتقل الآن لعقوبة الساحر عقوبة الساحر يا أبنائي في الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا لاحظوا ننتبه جيدا يتولى ولي الأمر أو من ينيبه معاقبة الساحر وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت ردع الساحر وكف أذاه وشره عن الناس إذن من الذي يتولى عقوبة الساحر في الدنيا يا أبنائي أحسنتم ولي الأمر أو نائبة ممتاز طيب في الآخرة ممتاز قلنا بأن السحر ماذا؟ شرك ليس كذلك إذن عقوبة الساحر في الآخرة كعقوبة من؟ كعقوبة المشرك أحسنتم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله لاحظوا والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات إذن في الدنيا قلنا فأن ولي الأمر أو من ينيبه هو الذي يقيم هذه العقوبة في الدنيا العقوبة الدنيوية على الساحر أما في الآخر فعقوبة الساحر كعقوبة من؟ أحسنتم كعقوبة المشرك نأتي الآن للتقويم وبه نختم درسنا لهذا اليوم السؤال الأول ما المراد بالسحر؟ ذكرنا هذا يا أبنائي ما معنى السحر؟ طيب السؤال الثاني أذكر حكم السحر مع التعليل قد بينا ذلك وبينا الحكم وذكرنا لماذا قلنا بأن السحر كذا؟ لسببين أليس كذلك؟ فما هما؟ التعليل يعني نذكر السبب وضح خطورة السحر وعقوبة الساحر في الدنيا والآخرة هذا هو السؤال الثالث والأخير وبه أيها الرائعون والرائعات نختم درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بحوله سبحانه وتعالى في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة